السجاير في بعض الناس بتؤثر على الشرايين تأثر جامد قوي هنا فيه سؤال بيطرح نفسه طب ما هو احنا نعرف ناس ده على طول لازم نقوله على طول احنا نعرف ناس بيشربوا علبة سجاير وعلبتين وثلاثة في اليوم وحياتهم الجنسية سليمة جدا تمام زي بالظبط لما بنسمع ان واحد وقع من رابع دور وما متش لكن معظم اللي بيقع من رابع دور بيموت يبقى اذا دي كلها بتختلف من واحد للتاني وليس معنى ان واحد بيشرب سجاير وما حصلوش ضعف جنسي ان انا برضو اشرب سجاير دي بتختلف حسب الجينات الورثية بتاعت هذا الانسان مدى قابلية الشرايين والاوردة بتاعته للتأثر بالسجاير والتدخين عموما فيه فكرة خطيئة طبعا برضو انه الشيشة اقل ضرر من السجاير طبعا الشيشة اكثر ضرر لانه الشيشة الحجر الشيشة الواحد بيعادل تدخين علبة سجاير كاملة الحاجة التانية فكرة ان الدخان بيعدي في المياه ديت بيزيل الاضرار والحاجات الشوائب والكربون اللي في الدخان في الدخان وبيطلع بقى يعني حاجة صفية كده للمدخن طبعا دي فكرة خاطئة جدا وفكرة خرافية لانه لا تزيل اي حاجة بالعكس هنا بتعمل حاجة خطيرة جدا وهنا بننصح الشباب المقبل على الزواج عشان ما نضطرش نعمله عملية دعامة بعد كده انه يبتعد عن الشيشة تماما ليه لانه كمان المياه ديت مش بس ما بتطهرش او ما بتشيلش الشوائب والكربون والفحم والمراكبات السرطانية من الدخان اللي طالع في سدر المدخن لا ده هي بتؤدي الى حدوث العدوى كمان يعني